الفنانة هادي كارم انتهت تقريبا من تصوير نص مشاهدها في مسلسل كواليس المسلسل بيعتبر هو البطولة المطلقة والأولى ليها وبيشاركها البطولة كريم الحصيني نورهان شعيب وأحمد رقفة مسلسل 21 حلقة بدور أحداثه عن شركة إنتاج اسمها كواليس خاصة بإنتاج الأعمال الفنية والإعلانات بيحصل مفارقات بين الموظفين والمدير العمل هيكون من تأليف رقفة ردة وإخراج محب وديع كاميرا لايت شو كانت في الكواليس وقبلت هادي كارم تعالوا نشوف قالت لنا إيه قابلنا هادي في كواليس العمل اللي تكلمت عنه وقالت كواليس مسلسل اجتماعي بسيط جداً في أفكاره بيخش البيوت المصرية وبيعيش قصص حياتية حقيقية وعن شخصية سهيلة اللي بتقدمها في العمل سهيلة هي سنجل ماذر أو أم عايشة لوحدها مطلقة عندها ولد وبنت عايشة مع والدتها متحملة مسؤولية أولادها في تربيتهم هي فيها من شخصيتي آه هي يعني هي مديرة مديرة الشركة فهي شخصية إدارية وعندها كتير من المشاعر الإنسانية للآخرين جواها واندهزنا الفرصة وسألناها كمان عن علاقتها بابنها وعن زواجها في سن مبكر ابني عنده عشرين سنة فما بنمشي جما بعد بشكلنا مضحك شوية أنا جوز صغيرة وخلفته صغيرة ودي حاجة يعني أنا بسعد بيها جداً أنا عندي صديقاتي لسه عندهم أولاد ست سنين وسبع سنين وكده فأنا مبسوطة هذه تكلمت كمان عن مشاركتها في مسلسل لؤلؤ وقالت لنا شوي التفاصيل عن الدور مسلسل لؤلؤ هو مسلسل إنتاج سينارجي طبعاً أنا بعتبر نفسي بنت الشرك أنا بشتغل مع سينارجي كتير كتاً من زمان قوي يعني هو تحت إدارة محمد ثانين مخرج طبعاً بلعب دور مرات أحمد زاهر ستة أرستقراطية عندي من عيلة كبيرة ومتجوزة أحمد زاهر رجل غني بسنزمان كبير لكن بتربطنا علاقة مادية أكتر منها علاقة عاطفية كل دا كومت أما السعر لبقى كومتاني خالص ترجمة نانسي قنقر